لو بشرتك دهنية وبيظهر فيها حبوب او فيها كماد مسامات واسعة او رؤوس سودا وعايزة تتخلصي من كل المشاكل ديك تعالي هقولك في الفيديو ده على امس الحل ممكن تعمليه هتخلصك من كل المشاكل اللي في البشرة بتاعتك هنعمل عملية اسمها عملية التأشير اللي بنقشر فيها البشرة بتاعتنا والتأشير اللي فوايت كتير جدا بس عشان وقت الفيديو فمش ينفع ان احنا نذكرها كلها فاتفرج على الفيديو هتلاقيه فوق في الاي هنا او تحتفل الكومنتات بس عملية التأشير مهمة جدا ولازم ان تكون موجودة فيه الروتيني اليومي بتاعك الخاص بالبشرة بتاعتك وبنعمل او بنقرر عملية التأشير ديك مرتين بس في الاسبوع وممكن مرة واحدة لو بنستخدم حاجة تقشر معنا البشرة بشكل جديد هقولك بقى على منتجين هتجيبهم من الصغدالية يشتغلوا معاك على تأشير البشرة ويدوكي نتيجة كويسة جدا هتجيب حاجة اسمها ترايميليزم او ملانوفري وده بيكون للتأشير القوي وممكن تجيب�ي حاجة تانية زي الروتينول او صيرة مررتينول وده بيكون تأشير خفيف وبعد ما تستخدم اي حاجة بتقشر معك البشرة لازمة تستخدم المرطب بتاعك بعدها على طول بندهن الملانوفري او ربع ساعة في مكان في ظلمة با Pinkieds وباكب نقوم نخسل بشرتنا وباكب نستخدم المرطب بتاعنا الريتينول ممكن نسيبه ساعة مفيش مشكلة في مكان في ظلمة وبعد ما نخسله نبدأ نستخدم المرطب بتاعنا وبكده انا قلتلك على اهم عملية لعلاقة بالتخلص من الحبوب الرؤوس الصدى والمسامات الباصحة فلو انت جربت الموضوع ده قولنا تحت في الكومنتات لو متجربتوش جربيه وارجع قولنا رأيي تحت في الكومنتات